بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الصينوية العامة أهلا بكم يا أبطال ساعات قليلة إن شاء الله ونروح لامتحان المهم جدا في حياتنا وإن شاء الله رب العالمين ربنا يوفقكم وكل دعواتنا ليكم كمعلمين كأولاء أمور كمسؤولين كلنا في ظهركوا حبيبي وكلكوا ولادنا وبنتمنى لكم وندعلكوا بكل الخير إن شاء الله مش هدع وقتك وخش في الموضوع على طول نهاردة أنا جاية أقدم لك أكتر حاجة أنت محتاجها هي محاكاة الامتحان سنوية مما معكم أسام عزيز الدين مقدم المادة في قناة مدرسيتنا 3 وخبير تدريس اللغة العربية تعالوا حبيبي بقى نعمل إن الفكرة الجميلة ديت إن إحنا نعمل زي بروفا كده الامتحان سنوية عامة جبتلك طبعا مش هدخلص الامتحان كله في حلقة واحدة إحنا إن شاء الله النهاردة هناخد جزء كبير منها إن شاء الله بإذن الله في حلقة تانية هنكمل مع بعض الحلقة تانية هيبقى فيها توصيات مهمة جدا وإجراءات مهمة جدا عشان إن شاء الله تبقى ليلة الامتحان إيه حكاية محاكاة لسنوية عامة جبنا امتحان لسنوية عامة وجبت نص يساوي هذا النص تقريبا ونفس الأسئلة بالزبط طبقتها على نص آخر طبعا بعض التغييرات ده بيدربك على أفكار السنوية العامة بص قدامك كده معي ده محاكاة لامتحان لسنوية عامة الدور الثاني عشرين واحد وعشرين يقول مطران مش هو نفس الامتحان مش نفس النص نص تاني ومطبع عليه أسئلة شبه الامتحان سنوية عامة بالزبط يعني هتلاقي أول سؤال في الدور الثاني واحد وعشرين بما برر الشعر إعراضه هنا برضو هتلاقي بما برر الشعر إعراضه هتلاقي ما سبب هتلاقي هنا ما سبب بس النص مختلف طبعا يقول مطران وكم عرضت لي غانيات فعفتها وصنت ضميري واللسان المشببة وكم بلد وافيته متلهية فغادرته أدمى فؤادا وأكأبا وما زال هذا الحب في مؤيدة مكينة نبت عنه السنون السنون عفوا نبت عنه السنون وما نبى وما زلت يا منديل ليلة ملازمي تنشقني الذكرى نسيما مطيبة وصابك ناب قارد من فم البلا إلى موضع فيه اسمها فتجنبا وغلى فؤاد البينو إلا بقية قضى الحب أن أحيا بها فأعذبه أرجو مع النص الشعري بالذات تقراه أكتر من مرة إحنا محافظة على وقت الحلقة بس مش هنقدر نقرأ أكتر من مرة لكن إنت في الامتحان بعد إذنك اقرأ النص الشعري أكتر من مرة هنا بيقول لي أول سؤال بما برر الشعر إعراضه عن الفتيات الجميلات وفشل رحلاته من خلال فهم الأبيات هو هنا في البيت الأول بيقول كم عرضت لي غانيات الغانية هي الجميلة المستغنية بجمالها عن وضع ما يزيدها جمال يعني ما بتحطش مكياج يعني بيتبقى مستغنية بجمالها جمال ربان يعني فالغانية شديدة الجمال كم عرضت علي غانيات أنا تعرضت كتير وشفت فتيات جميلات فعفتها من العفة تعففت فلم يعني هنا بيقول أنا رغم أن أنا شاعر ولساني يحب أن يمدح الجميلات إلا أني عرضت عن الجميلات طب ليه مش واضح البيت الأول مش موضح طب البيت الثاني هي وضح نقرأ سوا وكم بلدين وافيته متلهية بلد كتير رحتها عشان أنسى فغادرته أدمى فؤادا وأكأبى واضح أنه فشل في أنه هو يقدر ينسى بس هل يطرأ ده يجاوب على السؤال يعني هل يطرأ ده يبرر ليه الشاعر أعرض عن الفتيات على الفتيات لا البت الثالث هو اللي بيقول وما زال هذا الحب في مؤيدة مكينة نبت عنه السنون وما نبى آه هو ده السبب أنه بيحب فتاة معينة فهو بيحافظ على حبها في قلبه إذن مش حسن أخلاق من الشاعر هي صحيح كون أن الشاعر يمرد ولا يقبل على الفتيات الجميلات ده نوع من حسن القلق والعفة لكن مش ده أصد الأبيات دايما أحب أقول الأولادي افهم الأصد العام المعنى العام الهدف الأساسي هو هنا بيعبر عن تجربة رب لفتاة يحبها غير ولا يحب سواها مهما تعرض لكثير من الأشياء التي تنسيه إلا أنه لا ينساه وده المعنى العام اللي عايز يقوله في القصة كلها عشان كده اخترنا رقم جيم ليتفضيله لنقاط ضميره والحفاظ على حبه العذري لمين لليلة سؤال الثالي استمتك سبب استمرار عذاب الشاعر في حب ليلة رغم مرور الزب يا طبع من فهمك للأبيات هل الشاعر كان بينغب في نسيان ليلة والبحث عن حب جديد؟ لا خالص ده بيتعارض مع البيت الأول اللي هو رفض فيه كل ما عرض له من فتيات جميلة طب هل الشاعر بيستمتع بهذا الحزن وشايفه ان حزن ممتع فمش عايز يسيبه بالعكس ده بيقول عزب الفؤاد الشاعر لا يستمتع بالحزن طب هل بيحتفظ بذكر حب ليلة كوسيلة للتأكيد على عطفته القوية؟ يعني كل موضوع بس انه محتفظ بالمنديل بتاع ليلة فرضو لا مش مقنع انما الصحيح انه مش قادر اصلا ينسى هذا الحب فهذا الحب ليس قرارا ان ينساه او ان يتذكره بل هو شيء يعني فرض على قلبه وهذا اقوى انواع الحب فلذلك اخترنا الاجابة تال لاني فهمت الحدوت كلها فهمت قصة الابيات انها تتلخص فيه شاعر يحب فتاة منذ القدم ولا يستطيع ان يتخلص من حبها مهما تقلبت به الايام ثلاثة استنتج دلالة قول الشاعر نبت عنه السنون وما نبى يعني ايه نبى نكتب كده ايوه كتب يكتب اكتب عشان الناس اللي بتستغرق بساعات بان انا اقول اكتب بضم التاء لهو ده الصح زي خرج يخرج اخرج دخل يدخل ادخل ما نقول ايه اكتب اكتب دي نقولها في العمية لكن اكتب دي صحيح بس ايه بل استنتج دلالة قول الشاعر نبت عنه السنون وما نبى في البيت الثالث اه نبت يعني بعدت نبى يعني بعدة فالسنون نبت السنين بعدت وتكررت وكترت لكن حب ليلة لم يبتعد لم يخرج من قلبه فلذلك الشاعر هنا عايز يوصف استمرارية هذا الحب رغم مضي الايام طب ليه استاذ ما اخترناش به وقلنا ان الشاعر يشير الى ان الزمن لم يساعده على نسيان حب ليلة على فكرة الشاعر لم يكن يرغب اصلا في نسيان ليلة ولو ان الزمن ساعده لرفض الشاعر مساعدة الزمن فاذن هي القضية مش الزمن هو اللي سبب لا الشاعر يحبها حبا مخلصا طيب اللي بعدها بيقول الشاعر يصف مدى تأس تأثير الزمن على حياته وتغير ظروفه برضو الزمن مش هنا مش هو الاساس اللاعب الاساسي هو حب ليلة في قلبه الشاعر يوضح مدى مقومته لنسيان الحب الشاعر لم يقاوم لانه لا يريد ان يقاوم بل حب ليلة في قلبه اصيل متعصر ملوة او السؤال ده سؤال غريب وجديد من نوعه بيين بيين التكنولوجيا الحديثة التي تعيد من دي الليلة وتحافظ عليه كما كان في البيت الخامس هو في البيت الخامس مطران طبعا مطران شاعر رائع الشاعر اللبناني الجميل يعتبر امير الشعراء الثاني بعد احمد شوقي خليل مطران الحقيقة يعني رامل ما انا مشهد درامي كده في الابيات السابقة انه كان معا من دي الليلة عطوا في الكتاب بتاعه من زمان ومارت الايام ففتح الكتاب وطلع من دي الليلة فبفعل الزمن ان من دي الليلة اتقطع الا الحتة اللي مكتوب فيها اسمه ده كان سؤال سنوية عامة بالنص انا احاكي سؤال سنوية عامة او اسئلة سنوية عامة لو جبت سؤال لو جبت امتحان واحد وعشرين هتلاقي نفس الاسئلة هي نفس الاسئلة لكن طبقتها على امتحان طبقتها على امتحان او على نص اخر عفق كان بيقوله برضو ابين التكنولوجيا اللي تعبر في مطران عنها كانت ساعتها اللي هو تصوير الفيديو اللي كان ابيات شعر لو رجعت الامتحان هتفهم اصدق ايه طب هنا بقى بقوله ايه التكنولوجيا اللي ممكن ترجع من دي الليلة تاني من دي الليلة تقطع ما فيش الا الحتة اللي مكتوفها اسمي مين اسمي ليل اللي يرجع من دي الليلة تاني تعال نشوف تقنية الزكاء الصناعي وتطبيقتها التي تستطيع محاكاة الواقع الزكاء الاصطناعي ده قوي جدا بس هو الزكاء الاصطناعي هيعمل ايه الزكاء الاصطناعي هيرسم صورة طب والصورة دي هتفضل فين جوه الكمبيوتر فالزكاء الاصطناعي مش هو اللي يرجع من دي الليلة زي ما كان طيب تقنية التصوير فائق الجودة اه طب ما هو بالفوتوشوب وممكن انا ارجع من دي الليلة بس هيبقى مرض الصورة موجودة جوه الكمبيوتر اجهزة اطباع ثلاثية الابعاد التي تطبع الاشياء المادية ايوة صح لان التقنية حديثة جدا لازم يكون عندك شباب ثقافة كده بالمنجزات العالمية طباع ثلاثية الابعاد دي هتقلب العالم قريب زي زكاء الاصطناعي كده مغاير الدنيا كلها العالم اللي جايز للعالم اللي فات خالص وتقنية ثلاثية الابعاد دي حاجة رهيبة جدا بتطبع ممكن يطبع موبايل يطبع عربية يطبع بيت يعني الموضوع داخل في موضوع كده هبقى جبه لكم عن طباع ثلاثية الابعاد تعرفين هو بيصير في الفترة الاخيرة بيصير كثير من القضايا زي النانو تكنولوجي زي الميتافيرس زي الجينوم زي كل الحاجات الحديثة اللي ممكن الممتحن يلمس المهم يعني مش عايزين نتفرع كتير ان التكنولوجيا الوحيدة اللي تقدر ترجع من دي الليلة تاني هي الطباع ثلاثية الابعاد لان الطباع بتديني منتج مدي مش بتديني صورة في الاخر بتديني منتج مدي طب اجهزة الكمبيوتر لتحفظ الملفات والوسائق اذا الف وبه وده المرفوضين لانها كلها تبقى صورة جوه الكمبيوتر ولن تعيد المنديل الى حالته مرة اخرى الاسئلة الغريبة دي يا استاذ اجهز لكل سؤال عايزك تبقى جاهز لأي سؤال مش نقسمها اسئلة غريبة شغل عليك وربط ثقافتك بالموضوع فهم كويس سؤال الخامس هذي من الابيات ما يشير الى رأي الشاعر فيه في ايه بقى في تفضيل الذكريات على الواقع المرير يا ترى لما قال اصاب كناب قارض من فم البلاء عن القدم يعني الى موضع فيه اسمها فتة جنباء يا ترى حصده كده يبقى هو بيفضل طبعا لا هو بيقول ان المنديل من مرور مع مرور الزمن اتقطع واتاكل هل يتوافق مع المطلوب في رمس السؤال لا طبعا طبعا وما زال هذا الحب فيه مؤيد مكين نبت عنه السنون وما نبى هل يا ترى ده بيتكلم عن الذكريات ولا بيتكلم عن الحاضر في قلبه الحب لسه جوايا دي مش ذكريات يا شباب لا ركز بقول ما زال ما زال يبقى لا ما تنفعش هنا ما زال الحب فيه طب اسمع كده فين الذكريات هنا الذكريات اللي هو منديل ليلة المحتافز بيه ايوان يبقى مش الذكريات مش في ان المنديل اتقطع ولا الذكريات في انه بلسه بيحب ليلة الذكريات فيه انه محتافز بالمنديل هو ده الذكرة المادية الباقية من هذه القصة الجميلة غالة فؤاد البين غالة يعني غتالة والبين يعني اكتب بها اكتب اه 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 مدعوش فانسجد كده اكتب معي عشان لما بتشغل اكتر من حاسة تلاقيك مركز اكتر حبايبي طيب غالة يعني غتالة يعني قتلة طب البين البين يعني الفراق اسكال بالك الجملة دي فى تقديمه تاخير لان غالة غالة فؤاد البين مين اللي غال مين اللي اغتال مين اللي قتل الفؤاد ولا الفراق بالضبط اللي ينور عليك الفراق يعني اعرب غالة فعل ماضي فؤادي مفعول به البين فاعل وزا ما قرتلك فى حلقة سابقة فى النحة التقديم والتأخير لابد ان يلمسه الممتحن فى البلاغة فى صدوب القصر او فى النحة تقديم الخبر على المبتدأ او تقديم المفعول به على الفاعل خلاصة الكلام ان طبعا قتل الفؤاد مش هي الذكريات ده الذكريات اللي احنا قلناها السؤال السادسة استنتج العاطفة استنتج العاطفة المسيطرة على الشاعر فى الابيت يا طبعا فشر الشاعر بقدرته اخر ايه بس هو هنا يا جماعة الشاعر فخور بقدرته لا طبعا طيب ما للشاعر من الحياة ويأسه من تحقيق امانيه رغم محاولة يعني الشاعر كان الشاعر بالملل لا طبعا ملل ايه ده عمال يعني اه اذا ما نقول يهبر عن هذه القصة الجميلة شوق الشاعر وحنينه وحنينه الى حبه القديم طبعا متوفقة جدا وعيز اطمن ابنائي نساعد وزير طمننا جميعا ان الاختيارات هتكون واضحة ومحددة ومنطقية وما ينفعش ان الاختيار واحد فاطمئنه يا شباب الامتحان هيجي بنفس هذه الطريقة السؤال السابع ميز نوع السورة البيانية في قول الشاعر انت ابقى بعشرة ايه تركيز شوية غالى فؤادي البين في البيت الاخير لاحظ كده؟ مش استعارة تصرحين ليه استاذ؟ لان هو هنا شبه البين كأنه انسان يقتل بس يبقى استعارة اكريه يبقى الاختيار زي ما هو محدد دهل طبعا انا قصدت ان انا اعلم الاختيارات عشان يكون الاقاع اسرع وعلشان تستفيد اكبر استفادة ما مدى تحقق الوحدة الفنية؟ طب ارجوكو الوحدة الفنية كثيرا كثيرا ما تأتي في الامتحان في منهج التجربة التجربة الشعرية انا عندنا منهج في السنة دي في البلاغس والتجربة الشعرية فهنا لما اقول ما مدى تحقق الوحدة او الوحدة العضوية طبعا تأكد انه مطران واحدة عضوية يعني غالبا تسعة وتسعين في المية مطران واحدة عضوية علشان دي المدرسة الرومانتيكية يبقى تحققت طبعا ومظاهر ذلك ايه بقى طبعا؟ انه عبر عن تمسكه بحبه ومع الفكر مع الخيال طبعا يا استاذ ما نختارش دال ايه طبعا هنستبعد لم تتحقق يعني هنستبعد قلب وجين طب ليه هنختار دال يا استاذ هنختار دال لان فعلا الوحدة العضوية تحققت بس ما تحققتش بمجرد العاطفة يا شباب ولا رفض الحاضر الوحدة العضوية عشان تتحقق لازم وحدة الفكر ووحدة الشعور وامتزاج كل ذلك بخيال معبر والفاظ مناسب ده كان او السؤال نص الشعري وقلت زي ما قلتلكه انت لما تقرى الابيات مرة واثنين وثلاثة وتقرى الاسئلة معاها صدقني ان شاء الله هتنكشف والكلمات الصعبة ما تقلقش خالص ان شاء الله الممتحن ما بيخليهاش هي اللاعب الاساسي في الاسئلة فانتبه وسأت كمان بيقولك معاني الكلمات الصعبة تحت تعالوا ننتقل الى فرع الادب برضو اسئلة مختارة بعناية وتحاكي امتحانات الثانوية العامة يهمني اوي تقرأ اسم الشاعر في الادب زي ما اسد زيتك الكرام والسوق وانا اضم صوتي الى صوته ان اسم الشاعر مهم لانه بيحدد المدرسة اللي ممكن انت تشتغل عليه يعني معروف الرصافي يبقى غالبا المدرسة الكلاسيكية او مدرسة الاحياء والبعث متران يبقى طبعا المدرسة الرومانتكية والاتجاه الوجداني العقاد يبقى الديوان وهكذا ماذا قال معروف الرصافي واجود الشاعر ما يكسوه قائله بوشي ذا العصر للخالي من العصر لا يحسن الشاعر الا وهو مبتكر واي حسن لشاعر غير متكر واضح هنا نزع قوية جدا للتجديد لكن في نفس الوقت معروف الرصافي معروف عنه ومعروف عن الاحياء والبعث ليس التجديد الخالص وانما مزج القديم بالحديث اذا اذا وجدت عند الاحيائيين منادأ بالابتكار فاعلم انه ليس ابتكارا خالصا وانما هم هو مزج بين القديم والحديث بهلاف التجديد عند العقاد والشكري والمزني والتجديد عند المهاجر وابولو كان معظم تجديدهم كان يعني تجديد قوي جدا ومندفع جدا نحو التجديد الكل والبعد عن احيانا والبعد عن احيانا التراث واقول احيانا تعالوا ننتقل الى مطران مطران ان التجدد لللسان حياته اللسان هنا مش الشعر اللسان هنا يبقى اللغة ده يعتبر مجاز مرسى العلاقة الالية فانتبه لازم برضو تستعين بالبلاغة على فهم مضمون الابيات فاللسان هنا مقصد باللغة فلما اقول ان التجدد لللسان حياته ومن الذي يحييه غير المقدمي في قصرنا للضغط فتح باهر زيدت به فخرا فهل من مأثمه إذن مطران هنا ينادي بتجدد اللسان وموأمة هذا اللسان للخصر الذي نعيشه طبعا مع الحفاظ على اصالة لغتنا الايه العربية إذن هنا اللي يمشي لان السؤال مرة دي ما كانش عايز السمى ودي عايز انبه ابنائي للموضوع ده مش دايما السؤال بيسأل في السمى هو غالبا بيسأل في السمى لكن ممكن يسأل في العوامل ممكن يسأل في الأسس فهنا يمكن يسأل في اللغة فقط ما يمكن يسأل في حتة معينة فأرجو ملاش الإجابات الاوتوماتيكية ديت اقرأ السؤال كويس لان هنا بين الأحد الأسس انا عارفين الرومانتكية قامت على أربع أسس تقريبا منها اعتزاز الفرد بثقافته الجديدة ووعيه الاجتماعي طب ليه اخترت يا أستاذ الثقافة واجتماعه لان اللغة هي اللغة ثقافة اللغة مجتمعة اللغة مش لغة فرد فقط عشان كتا استبعدت ألف ألف بتتكلم عن الفرد فقط بينما الأبيات بتتكلم عن الفرد فقط كمان استبعدت به لان مفيش هنا موس العليا بقى وعلى عالم خيالي ولا عالم جميل لا خالص الدعوة لمجافات القبح مفيش اي شيء في الأبيات يدل على مجافات القبح طبعا معظم الأسئلة في الأدب بتيجي أسئلة متنوعة يعني مدارس متنوعة مش مدرسة معينة عبد الرحمن شكري رأيت في النومي أني راه مظلما خلي بالكو بقى ده من أبيات كتاب المدرسة ودايما نقول للأولادي اوعى تسيب كتاب المدرسة ارجع لكتاب المدرسة واقرأ في كل كلمة ما بقولك شحفظ حاجة بس اقرأ في كل كلمة بقولك هنا عبد الرحمن شكري بتكلم أنه بيتخال نفسه في قبر والظلام حواليه وأنه ميت وحواليه الهياكل العظمية وبعيد عن الناس نائن يعني بعيد عن ايه الناس ده اسم منقص الشباب فزيف ايه فزيف الياء بتاعته ده خبر لمتدأ محذوف انا نائن عن الناس اي بعيد لا صوت يزعجني ولا طموح ولا حلم ولا كلم واضح انه عايز يقول ان الموت اريح من الايه من الحياة ده طبعا ايه العامل هنا كاللي بالك استنتج المرة دي السبب اللي ادى للشعر لتفضيل الموت هنا بقى في حتة العوامل مش في السمات لما قلنا اللهم ما قدروش يتعاملوا مع الواقع اللي عايشينه للأسف الشديد ما قدروش قوم الاستعمار في الفترة دي فهربوا الى عالم من الاحلام والاوهام وسيطر عليهم الحزن والتشاؤم واتجه او اكثروا الحديث عن الموت والنهاية محمود حسن اسماعيل طبعا هذا الشعر الجميل هو احد شعراء مدرسة ابولو ماذا يقول محمود حسن اسماعيل يساكب النور لا يدري منابعه لا نتقلب لا انت عفوا لا انت قلب يشع الحب لا قمر علامة ضنك بالانوار في زمن اليك يضمأ فيه الروح والبصر بس هنا لاحظ كده بدون تعبق في فهم الابيات يساكب النور هو النور بينسكب هو الحب بيشع ملاحظ؟ انت لو مذكر ابولو معي فورا تقول استعمال اللغة استعمال جديد صح؟ لان انت عارف ان اللغة عند ابولو لها فعلا طريقة جديدة ليتراصل الحواس اللي هو الاريج الناعم وكثير من الكلمات مش عايز بس عشان مضيعش وقت الفيديو رجعها كويس يبقى هنا فعلا كانت وضحة حتى ولو لم تفهم معنى الابيات الا ان امامك تراكيب لغوية جديدة لابد ان هي تدل على انه بالفعل اصبح من او اللغة الجديدة تعالوا بقى نناقش موضوع في غاية الهمية موضوع القراءة المتحررة وكثير من الاولاد تشتكي منهم وانا اقول لك لا تخف يعني بجد ما تخفش من القراءة المتحررة اقرأ بس كويس وبعناية وافهم الموضوع وما ترشش للأسئلة على طول ومن ضمن المواضيع اللي قدامنا موضوع الهوية الثقافية المصرية العادات والتقاليد طمح سيد يقول اتوجد ثقافة مصرية وما عسى ان تكون فاما انا فاجيب عن هذه المسألة باما الثقافة المصرية مهما تكون ضعيفة ومهما تكون ناقصة ومهما تكون محتاجة الى التقوية والتنمية والاصلاح فهي موجودة ما في ذلك وما ينبغي ان يكون في ذلك شك هي موجودة متميزة بخصالها واوصافها التي تنفرد بها من غيرها من الثقافات ويقول هذه الصفات المميزة لثقافتنا المصرية انهم تقوموا على وحدتنا الوطنية وتتصل اتصالا قويا عميقا بنفوسنا المصرية كما تتصل اتصالا قويا عميقا بنفوسنا المصرية القديمة ايضا تتصل بوجودنا المصري في حاضره وماضيه ومن حيث انها تصور امالنا ومثلنا العليا في الحياة فهي تتصل بمستقبلنا ايضا بل هي تدفعنا الى هذا المستقبل دفعا كأن تنظر في اي لون من الوان العلم والادب والفن التي تدرس في مصر والتي ينتج فيها العلماء والادباء والفنانون المصريون فستطع انها مضبوعة بالطابع المصري القوي الذي لم يستطع الزمان ان يمحوه او يعفي اثاره ستطع فيها هذا الذوق المصري الذي ليس هو ابتساما خالصا ولا عبوسا خالصا ولكنه شيء بين ذلك فيه كثير من الابتهاك وفيه قليل من الابتئاس وسترى فيه النفس المصرية التي تجمع بين الجدة والقدم الجدة والقدم الحدثة والقدم يعني والتي تثب الى الامام ولكنها تستأني وقد تقف من حيث تستأني وقد تقف من حين الى حين لتنظر الى الوراء صرفة فيها الاعتدال المصري الذي طبعا انا عارف ان فيه طلبة متعودين على السريع السريع استاذ هو احنا نقرأ ده كله انا ازهقت براحتك ازهقت بالمستقبلك براحتك اصلي احنا في سمتحان سنوعة عامة مش فيه شفاة ريلز على الفيسبوك عمالين كل ريل مدتها دقيقة وعايزين نقلب معه يعني نبعد عن الطريقة دي في الحياة ازه كان ده طريقة حياتك في الواقع في امتحان سنوعة عامة ما يفعش لازم تكون صبور طويل البال تقرى القطعة للآكل وإلا هتدفع التمن غالي فاسيبك بقى من ايه؟ من الفوضى والرغبة فيه القفز دائما وهدى كده بالراحة عشان احنا في امتحان سنوعة عامة ما احناش يعني عاملين تأسيمة في الشارع فخلي بالك كده ايش هل الجدعة سطرة فيها الاعتدال المصري الذي يشتق من اعتدال الجو المصري والذي يعبى على الحياة المصرية تسرف في التجديد ثم تراها قد اتخذت اللغة العربية المصرية لها ادامرنة انيقة رشيقة لا تنبو عن الذوق ولا تتجافى عن الطبع ولا تكلف قارئها مشقة وجهدا اذا هنا بيقول ان الثقافة المصرية ثقافة بسيطة ثقافة المصرية متصلة بالقديم ثقافة المصرية متصلة بالحديث ثقافة المصرية بتعبر باللغة العربية بكل بساطة بعيد عن التشدق وبعيد عن اي نوع من الايه التكلف وتقول ان اللغة العربية مشتركة بين مصر وغيرها من البلاد العربية فضعا ولكن لمصر مذهبها الخاص في التعبير كما ان لها مذهبها الخاص في التفكير والبلاد الاخرى تتأثر مصر ولعلها تتنافس في تأثر مصر في تفكيرها وتعبرها واذا أردت ان تحلل الثقافة المصرية العناصرها الأولى فهذه العناصر فهذه العناصر بينا تلتقي في مصر فيصفي بعضها بعضا ويهذب بعضها بعضا وينفي بعضها من بعض ما لابد من نفيه من الشوائب التي لا تلائم النفس المصرية ثم يتكون من هذا المزيج النقي الرائق الذي يورثه الآباء للأبناء وانقله المعلمون إلى المتعلمين وأنا خلاص آخر حتى هيه وأنا أعلم أن كثيرا من رجال الثقافة الممتازين في أوروبا يضيقون بالثقافات الوطنية ويكرهونها ويودون لو لم تعرف الإنسانية إلا ثقافة واحدة أنا أعلم هذا ولكني أعلم أنه مخالف لطبيعة الأشياء فمن عناصر الثقافة ما هو بطبيعة شائع عام مشترك بين الناس ترى ذلك في كثير من ألوان العلم ومن عناصر الثقافة ما هو بطبيعته شخصي مقصور على هذه الأم يقول المصريين دول عجب يعني تجيلهم أي ثقافة من بره ياخدوهم يعيدوا تاني تدورها ويطلبوا ثقافة جديدة خالص ده إيه فعلا يعني اعنا ممكن نشوف أي موقف في انجلترا أي موقف في السعودية أي موقف حتى السعودية بلد عربية شقيقة هيه ومع ذلك بنعيد تاني تركيب هذا الموقف لكن بطريقتنا المصرية الساخرة الجميلة فهو الموضوع أنا مش عايز أطول أكتر من كده عشان فيديو ياخد حقه تعالوا المفروض ان احنا نروح للأسئلة وعلى فكرة المتحان ده في اليوم السابع الورقي موجود وكمان هنزلكوا بدي اف ان شاء الله فتقدروا تتابعوا نشوف كده بعض الأسئلة الجميلة لأن انا فضل بالزبط عشر دقايق في الفيديو ده فركزوا معايا فيه وحاولوا ان انتم تستفيدوا أكبر استفادة لأن المصريين لهم ثقافتهم ولهم طابعهم ولهم عادتهم ولهم تقاليدهم رغم العولمة والانفتاح شفت الموضوع ده مهم؟ الفكرة الرئيسة للفقرة التانية ثقافة المصرية موجودة متفوقة على غيرها م Avenida ؟ علي فكرة هو مقالش ihop هو الرجل مقالش يعني طبق هحسين مقالش احسن من حد peu ولا يهم وححسن من حد � الرجل مبيناقش مين احسن مننا وحح نحو احسن من مين الرجل مبيناقش احنا ثقافتنا المصرية الاصيلة ايه ؟ هو دا مبيناقشه طا ينبقى نرفوضة اهمية الثقافة المصرية بالمحاقز على وحداتنا الوطنية على فكرة وحداتنا الوطنية اصلا متحق Kraؤة بدون اي حاجه مش دين قصة يعني إيه الوحدة الوطنية يعني الترابط بين عنصري الأمة بالذات في مصر ما بين المسلمين واخواننا المسيحيين طب هذا الترابط هل هو نقشه ولا دي مجرد فكرة جزئية جات أيوة كده فكرة جزئية يبقى الصح تتميز الثقافة المصرية بأنها عارق يعني قديمة لكنها متجددة لو ده دلوقتي بنحتفل بشام النسيم اللي منتزى ألف سنة أيام الفرعنة ومع ذلك بنحتفل به إلى الآن يبقى إحنا مرتبطين بالماضي لكن في نفس الوقت لنا مواقفنا ولنا حدستنا ولنا انتمائتنا للحديث بقول ليها الجملة الأولى بقول لي إنها تصور آمالنا ومثلنا العليا الجملة التانية فهي تتصل بمستقبلنا بإطلاقة الجملة التانية بالأولى لما تصور آمالنا ومثلنا العليا الثقافة دي بتصور آمالنا ومثلنا العليا الجملة الثانية فهي تتصل بمستقبلنا إذن الجملة الثانية نتيجة للأولى لأن طالما هي بتصور آملنا وبتصور مفكرنا ومسؤولنا إذن هي مستقبلنا يبقى عشان كده هي تمثل المستقبل استدلي من خلال فهمك للموضوع السابق على أن الثقافة المصرية ثقافة ثريدة من نوعها لك في الجملة عشان بس أركز معاك لما ترى أتلاقي بولك لمصر مذهبها القاس في التعبير كما أن لها مذهبها الخاص في التفكير هو جملة تعبر على تميز الثقافة المصرية عن باقي الثقافات السؤال المعدي بيقول لي هات من الموضوع ما يفند المزاعم لأ بالراحة بقى كده افهم يعني السؤال المزاعم هي الكلام الخاطئ هي الكلام اللي مقالوش دليل زعمة فلان ودي نقطة خطيرة جدا في تفكير الجيل الحالي يا شباب بعيدا عن سنوية عامة مش كل اللي بتقرؤه صح مش كل اللي بتسمعه صح لازم يبقى عندك عقلية ناقدة في جوه هقلك فلتر كده يقول يا تارا كلام دي صف ولا خطأ فلازم دي ودي من أهداف سنوية عامة على فكرة ان احنا نكون جوه الطالب المصري والشاب المصري والطالبة المصرية العقلية الناقدة التي تفرق بين الرأي وبين الحقيقة بين الزعم وبين الصحيح الصحيح يبقى الزعم لقل كلام مو يجب بيقول كلام يا عامة بنحطو يا عامة يقول له وعايزو التفنيد يعني ايه التفنيد يعني اسبط خطأ هذا الكلام وخصوصا بقى في وسط السوشيال ميديا اللي احنا بنشوفها لازم يكون عندك قدرة على التعامل مع ما تقرأ وتشوفه صح ولا خطأ طيب من الموضوع ما يفرد المزاعم ان الثقافات الوطنية تضيق أفق الإنسان يعني فاحد يقولك يا عامة سيبك بقى يا عامة بقى احنا نفضل بقى كده مصر ومصر ومصر عامة بقى العالم تفتح على بعضه فيش عاجة اسمها مصر بقى احنا خلاص انا ثقافتي عالمية فاشل الكلام ده يبقى انت كده ضعت هويتك ضعت يبقى اذا الثقافة المحلية تتكامل مع الثقافة العالمية لتكون في الإنسان الإنسان المتوازن ثقافي هو طاحسين كان ايه ثقافته فرنسية وثقافة عربية احمد شوقي كان ايه ثقافته فرنسية وثقافة عربية مطران كان ايه ثقافته فرنسية وثقافة عربية العقاد كان ايه ثقافته انجليزية وثقافة عربية اخو لانو طايرين بجناحين فده التوازن الثقافي اللي احنا طالبينه من ساعتك فما ديبقاش زعلان ان احنا بننطأ الكلمة انجليزية غلط ومش مهم العربي لا لازم يكون عندك التوازن ده زي ما بتحب لغتك الإنجليزية تحب لغتك كمان العربية فمن عناصر الثقافة اهو هنا الاتيار الصحيح انا مجرد شباب مش عايز اخوض قوي مش عايز ازهاءك كل اللي انا عايزه بوريك ازاي الاسئلة بتيجي وازاي بنفكر وازاي بنختار عشان كده كنت امقلمها لك من البداية عشان بقدر الامكان نقتنس او نستفيد بألبر قدر من الوقت سؤال 17 استنتج قصد الكاتب من تغذو قلوب الناس وعقولهم وتخرجهم من الظلمة الى النور عن هنا كاللبان الناس بتفكر ان تغذو تغذو اللي تغذو لا فيه فرق يا جماعة كبير جدا وده بدأ خطأ شائع جدا ارجو تنمية هذا الخطأ في المستقبل ما تخلطش بين الكلمات اللي فيها ذال اللي يدال على نقطة وزاي اللي يرأ على نقطة يعني كتير قوي مثلا اقولك ايه ارحموا عزيزة قوم ها زل على فكرة زل زل مش زل يعني رأى زل يعني اخطأ ففيه فرق ما بين زل زلت القدم يعني اخطأت لكن زل فلان يعني بقى حقيق يعني اذا يا شباب او بقى مزلول يعني هنا تغذو غير تغذو تغذو دي يعني حار لكن تغذو تغذو جاي من تغذي اذا هنا الصواب كان تشبع ايه شباب تشبع رغباتهم استنتج العلاطة من اصعب الاسئلة اللي ممكن تيجي بين الفقرة الاولى والفقرة التانية كان امتداد له لانك بتكمل معناه اسمحوا لي اصرق في الجزء ده من الاسئلة ومعاكو العدد الورقي من اليوم السابع ومعاكو كمان الفيديوهات بشرحه علشان يبقى التكامل ما بين الفيديو وما بين العدد الورقي 19 بولي استنتج المرحلة التي مرت بها الثقافة المصرية وفقا لفهمك هي مرحلة الانتشار والتأثير واخيرا علشان انا بتلكم في الاسئلة دي هاجر شوية هدد مما يلي المقولة التي تفسر كيف تكوانت الثقافة المصرية اللي هي كانت مزيج من التراث والاقتباس والابداع بايب الطلاب هرجو ان كدوا استفدتوا من العشرين سؤال دول وهنكمل ان شاء الله في الفيديو القادم بقية الاسئلة مع التدريب على التفكير وطرق التفكير ودي كانت اهم حاجة اهم حاجة نجزب انتباهك للموضوعات المهمة نجزب انتباهك لطريقة التفكير لان لو نحلنا معك الف سؤال هاجرهم فاحنا مش بنضربك مش بنقولك الاسئلة دي اللي جاية لا احنا بنقولك ازاي تفكر في الاسئلة دي لما تجيلك او ما يشبهها لأيت الله من موقع اليوم السابع سعدت جدا بلقائكم وارجو ان تكونوا قد استفدتم كان معكم اسامة عز الدين معلم اللغة العربية ومقدم المادة في قناة مدرستنا 3 اراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة